تأذن لي في البداية مولانا أسأل عن معنى النفس وإيه الفرق بينه وبين الروح والنفس والروح واحدة يعني أمر بيختلط على الكثيرين في اللغة قالوا النفس هي روح يعني لسان العرب حتى لما عرف الروح قال هي النفس وكذلك في معجم مقاييس اللغة وقالوا الروح إذا خطبت بالتأنيس كلمة النفس أو الروح نفسها لو قلت مثلا خرجت روحي يعني خرجت نفسي بالتأنيس فإذا كانت بالتذكير قصد بها معنى آخر ده بعض اللغويين قالوا ذلك وإذا أضيفت تاء التأنيس كانت بمعنى النفس اللي هي الروح فهناك تداخل بين الروح والنفس عند اللغويين أحيانا يجتمعان وأحيانا يرتفعان سيدنا مولانا الإمام الغزالي قال النفس هي تلك الظلمانية يعني لها معنين المعنى الجامع للشهوات ده المعنى الأول والمعنى الثاني ذات الإنسان تقول قتلت نفس يعني قتل إنسان ده مولانا الإمام الغزالي في كتاب معارج القدس وله أيضا كلام في مشكات الأنوار على هذا المعنى وقيل الروح غير النفس قيل الروح هي اللطيفة النورانية التي أودعها الله في قلوب عباده حتى يهتدوا إلى الصلاة المستقيم إذن النفس ظلمانية والروح نورانية لكن أحيانا ممكن استخدم كلمة النفس بمعنى الروح وأحيانا نستخدم كلمة الروح بمعنى النفس صحيح